أمس كانت ليلة ساخنة صدرت أندية الاتحاد والنصر بيانات على خلفية البيان الأهلاوي في موضوع تأجيل المباراة كان معنا رئيس النادي الأهلي في مداخلة هاتفية بالأمس وتحدث عن عدد من النقاط يمكن كان أبرزها يقول أنه أنا عرفت عنها أو كان نادي الأهلي عرفنا عن التأجيل مثل ما عرف الجمهور على حد تعبير أنه ما وصلنا ما كان بيننا أي تنسيق أبدا لا في مسألة التأجيل ولا موعد التأجيل والتأجيل كان واحد من الأشياء التي كنا نترقبها خلال الأسبوع الماضي في البداية ورفض بعدين صارت الأحداث الأمطار في رمارات الشقيقة تأجلت المباراة يوم كان في حديث عن التأجيل اليوم وكان في حديث عن التأجيل لفترة أطول صارت لفترة أطول كان في بيان من النادي الأهلي بيان من النادي النصر بيان من النادي الاتحاد طبعا والآن أصدر نادي الاتحاد بيان قبل ساعة من الآن يطلب فيه من اتحاد القدم طبعا عندك عند الرابطة هذا الكاسر ملك عند اتحاد القدم يطلب منه تأجيل النصف نهائي على اعتبار أنه عنده عدد من اللاعبين متواجدين في المنتخب والذي ينظر أن هذه العناصر عناصر مهمة ومفيدة أمام الفريق الهلالي في نصف النهائي طبعا عندما نتكلم عن التغريدات ودخلنا اليوم نرى عدد المشاهدات وجدنا تقريبا ما يقارب أكثر من سبعين مليون ما بين النصر والأهل والاتحاد وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد أو تعليق حول هذه البيانات لا هم قالوا سننظر فيها ولا هم قالوا لهم قرارنا ومتمسكين فيه وهذا ما نرعى لا يوجد أي رد نهائي على الثلاث عنديا من الأمس حتى اليوم والآن في بيان من اتحاد نادي الاتحاد عن مسابقة كاس المالك لاتحاد القدم شايف أكثر يعني آخر مرة شايفنا حدود 6 مليون ولا لا يا شباب أكدوا لي بس شانا ما نقول أرقام بالغلط وننتظر رد من اتحاد القدم على الأندية بإمكان الرابطة نقول أنا متمسك أبرايي بس ترد عليهم لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد على هذه البيانات أبراك